السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عجله وعجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عجله وعجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع أحبابي أهلا ومرحبا بحضرتكم إلى صلاح القلوب اللهم رزقنا قلوب الصالحين يا رب وهذه القلوب أحباب تفسد وتصبح هذه القلوب أحباب تعطل وتمدق هذه القلوب أحبابي تعطب وتشفى هذه القلوب أحبابي تمرد أو تموت هذه القلوب أحبابي تزرع وتحصد هذه القلوب تقاوم أو تنهار فاللهم رزقنا صلاح القلوب يا أرحم الراحمين واسم هذا البرنامج صلاح القلوب استوحيته من محاضرة قديمة لشيخنا أبي العلاء فضل الشيخ الدكتور محمد بن حسين يعقوب حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بطول عمره وحسن عمله كانت له محاضرة قديمة اسمها صلاح القلوب وكان يهتف فيها فصلاح القلوب مهمة عاجلة مهمة عاجلة فلما أخذت قرار تحويل اسم البرنامج من رواعي بن القيم إلى صلاح القلوب كانت الفكرة هي توسيع البرنامج من أن يتسع لأكثر وأنور من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ليكون أوسع من ذلك وأشمل من ذلك روائع القرآن الكريم روائع السنة، روائع كلام الصحابة، روائع كلام التابعين، روائع كلام أتباع التابعين روائع كلام العلماء أهل المزاهب، روائع كلام المحدثين، روائع كلام أهل السلوك والتربية روائع مشايخنا وعلمائنا الذين ربنا وعلمونا صلاح القلوب وإن مما آلم القلوب في هذه الأسابيع الأخيرة جريمة وفاحشة نكراء وقعت وهي فاحشة نكراء وقعت وهي حرق المصحف الشريف في السويد ويا أحبابي شرفان الله عز وجل بخدمة نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام 2006 لما وقعت أشهر هذه الجرائم المسيئة إلى جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي إساءة الدنمارك بالفصوم المسيئة ولم تزل الدول الأوروبية تتناوب وتتناول هذه الجريمة كل دولة تتناولها فترة فمن الدنمارك إلى فرنسا ثم عودة إلى السويد وغيرها وكلما كانت الدولة أحط وأجبن كلما كانت أشنع في جرمها ولعل من أشنع المواجهات وهي أشنع من جريمة الدنمارك جريمة فرنسا يعني كانت أشنع في التقدير من جريمة الدنمارك ومن جريمة السويد الحالية لماذا؟ للرعاية الحكومية للأمر للرعاية الفرنسية على مستوى الرئاسة لهذا الأمر والله لو رعى رئيس فرنسا نظافة الشارع الفرنسي الأرض في فرنسا القمامة لو أجد حلا لرائحة الشوارع ورائحة الأنفاق في فرنسا لكان أنفع لشعبه وأرعى لمصلحته ولسمعة بلده فرنسا التي لا تستحي أن تسمي نفسها الجريمة الجمهورية التي لا تغيب عنها الشمس لأنها إلى اليوم تحتل بلاد في جنبات العالم في شرقه ووسطه وغربه حتى إن الشمس إذا غربت على ولايات محتلة تحتلها فرنسا في الشرق فإن الشمس لا تزال موجودة على غربها ويفخرون بهذا إلى الآن وعار على كل العالم عار على الأمم المتحدة عار على كل شعوب الكون عار على كل الكوكب بإنسانيته أن يسكت عن الجريمة الفرنسية في حق الإنسان على مستوى كل كوكب الأرض وهي تحتله وهي أضعف شعب في رعاية نظافة الشوارع في رعاية القمامة وبالتأكيد لا نحكي هذا الكلام من منطلق أننا نحن الرواد في واقع النظافة لا أحكي هذا من هذا منطلق وإنما مقارنة بالعربدة التي يمارسها المتصلتون على العالم من الفرنسيين كفى بفرنسا عارا متحف السرقة متحف اللوفر الذي يسرق حضارات العالم الذي أكبر مكان فيه هو جانب الأسار المصرية المسروقة والمنهوبة من مصر ففرنسا هي الرعية الأولى للسرقة في العالم وهي الرعية الأولى للقزارة في العالم وهي الرعية الأولى كذلك للوحشية والسادية والعنف في العالم متحف عار على كل خلق الله عار على كل من هو إنسان أن يشهد متحفا في فرنسا اسمه متحف الإنسان جمعت في فرنسا جماجم قتلاها انظر يقتلون ويحتفظون برؤوس قتلاهم كيف حملوا هذه الرؤوس وهذه الجماجم في رحلة عبر البر والبحر حتى وصلت إلى متحف يعتزون بقتلاهم يعتزون بهذه الجماجم كأنها غنائمة عندهم غنائمة لهم يكسرون بها عز العالم ما هذه السادية كيف يحتفظون بهذه الجماجم في البتارين في منصات المشاهدة يضعونها على منصات للعالم يشاهدها اكتب ابحث عن متحف الإنسان تجد اللا إنسانية من أخص فكرة وأخص أنظمة وأخص قادة في الوجود ماذا استفاد؟ وإننا لا نتكلم عن دولارات نهبوها لا نتكلم عن بترول نهبوه لا نتكلم عن سروات وذهب ينهبونها من أفريقيا لا نتكلم عن محاصيل ينهبونها من جنوب شرق آسيا أو من أمريكا الجنوبية أو غيرها من الأماكن التي تحتلها فرنسا بل نتكلم عن جماجم كيف احتفظوا بجسس يتباهون بها لأنه شعب لأنها أمة في غاية الوحشية والحقارة والأزل لكل الكوب ثم يأتون فيرعون بعد ذلك في غير حياء يرعون الإساءة للجناب النبوي الشريف ويقول أسوأ الناس في الدنيا رئيس فرنسا يقول إن الإسلام يعيش أزمة حقيقية في التعايش مع الكل أنت آخر من يتكلم عن التعايش لأنك أسوأ إنسان يرأس أسوأ بلد في هذا الكوكب وأشد البلاد في الدنيا وحشية وأقل البلاد في الدنيا النظافة مخترعوا العطور محاولة في مدارات نجاستهم وفي الوقت الذي كان المسلمون في بلادهم حضارة تخطط الصرف الصحي في المنازل والشوارع تخطط ذلك إلى مستوى وجود النافورات العرب كانوا يسمونها الفسقية وجود النافورات في الشوارع العامة وفي القصور كان الفرنسيون يرمون حوائجهم من البلكونات يرمون أكرمكم الله وعزكم أكرمكم الله وعزكم فضلات إخراجهم هم البشر يجمعونها في منادير وفي أكياس وفي أقمشة ويلقونها من الشبابيك هذه فرنسا وإلى اليوم روائح شوارعها وروائح والقمامة في كل شوارعها لا تخفى وثم يتكلم عن الإسلام أنه يعيش أزمة حقيقية في التعايش مع الناس بالتأكيد فرنسا آخر من يتكلم عن فرية آخر من يتكلم عن النظافة والتعايش مع خلق الله عز وجل وبالتأكيد الكلام ليس عن الشعب بقدر ما هو كلام عن هذه الأمة وهذه السياسة وهذه القيادة وهذا القرور الذي ينبع من هؤلاء الشجدون ثم تأتي السويد ليحرق تافهم فيها هذا الكلام والسويد من أشهر بلاد الدنيا خطفا للأطفال خطف الأطفال في السويد يجعل العرب والمسلمون يفرون منها فرارا يخطفون أطفال الناس بالجبر وبالقصر ويأخذونهم إلى دور يعلمونهم فيها التحرر من كل دين يأتي الطفل إذا شاهدوه يصلي إذا شاهدو الطفل في المدرسة متحفزا على اللعب مع البنات متحفزا عن له بشيء محرم يستدعون ولي أمره هل أنت الذي أمرته ألا يلعب مع البنات؟ هل أنت الذي أمرت هذه البنت ألا تلعب مع الأولاد بنت في الإعداد أو في السنوي؟ هل أنت الذي أمرتها ألا تلعب مع الأولاد فإذا قال لها نعم يقول البنت أنت توافقين على ذلك أنت تفعلين ذلك بكل حرية فإذا قالت نعم قالوا لها اعلامي أنك حرة لا ينبغي لك أن تطيعي أحدا افعلي ما تشاءين افعلي كل شيء إذا أجبرك والدك أو والدتك على أي قيمة فالجاي إلينا نحررك منهم السويد بلد غط في الأطفال ومن أشنع البلاد في التعايش وفي الاجتماعيات بلد بارد لا يجتمع أهله على أي لقاء في الغالب أقل للمجتمعات تعاونا ومسايرة للمجتمعات الأخرى ثم بمنتهى البساطة يأتي إنسان تافه ليشعل النار في المصحف الشريف ويتكرر ذلك قبل كل انتخابات يا أحباب نحتاج اليوم أن نفهم هذه الأمم نحتاج اليوم أن نستوعب هذه الأمم التي ركبت على من كانوا يظلموننا حتى أقنعونا بأنهم هم التطور وهم النظافة وهم التطهر وهم التقدم وهم التفوق ونحن لا شيء أفغانستان البلد المسلم بعد عامين فقط من ترك أمريكا لها صنعت أول سيارة رياضية سيارة رياضية العقل المسلم قادر العقل المسلم يستطيع التاريخ كله اختراعاتنا إننا نعيش حاضرا مليئا بالكوابيس لكن الحقيقة أننا أعظم أمة إن الله عز وجل لو رأى فيهم خيرا لجعل الأنبياء فيهم إنهم عصات الكوكب عصات الدنيا وليست هذه دعوة لكراهيتهم ولا دعوة لقتلهم أو استباحتهم أبدا بالعكس ولكن دعوة لأن تعرف قيمتك بين الأمم لأن تعرف حاضرك لكي تعرف منزلتك عند الله عز وجل ليس لجنسك أنك عربي وإنما لدينك أنك مسلم وهذا الدين لا يجعلنا نقتل الناس أبرياء أو نؤذيهم أو نستحل من دمائهم أو أموالهم أبدا أبدا بل نحن دين الأمانة رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يسمى الأمين وقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فنحن في أم الأمانة من أولها إلى آخرها لا نخون قال عليه الصلاة والسلام ولا تخل من خالك ولا تخل من خالك هذا مسلم مهمته أمان وسلام الكوكب وكل الناس مهمته سلام العالمين رحمة العالمين نحن ورثة رسول قال عنه رب العالمين عز وجل وهم أرسلنك إلى رحمة العالمين لكن هؤلاء القتل يملكون للأسف شديد بإعلامهم وبفساد بفساد إعلامنا وبخفتنا على وسائل التواصل يملكون ريموت كنترول يملكون أداة تحكم يضغطون على زر يشعلون أمة الإسلام يضغطون على زر يطفئون أمة الإسلام ببساطة إذا قال رئيس دولة غربية رئيس أمريكا السلام عليكم يقوم الناس لهذه الكلمة ويفرحون بها وينسون ما لنا عند هذه الدول وإذا أحرق نذل من هؤلاء أو كلب من هؤلاء صورة منسوبة للنبي عليه الصلاة أو المصحف الشريف أو رسم صورة مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام قامت الدنيا نتقعد نريد نبجا في التعامل مع هذه المسائل بالتأكيد لم ننجح في المرات السابقة نجحنا عاطفيا عبرنا لكننا لا نزال لا نزال لعبة في أيديهم لا نزال التحكم في أيديهم إذا قرروا أن نغضب ضغطوا على زر وإذا قرروا أن نهدأ ضغطوا على زر لا ينبغي أن نفهم أن فرنسا أو الدنمارك أو السويد أو غيرها أو هولندا إذا تبنت الإساءة للإسلام فليس معنا قيام روسيا برفض الإساءة أن روسيا هي حبيبة المسلمين إننا بحق نكون لعبة لابد أن نعلم أن الكل وحوش أن كلهم وحوش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أننا بدين معصوم من رب هو خالق الكون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ورب العالمين عز وجل شرع لنا دينا يؤمنهم ويحييهم آمنين ويحفظهم فنحن إذا زرنا بلادهم كنا رحمة عليه وإذا دخلوا بلادنا وجب أمانهم فنحن في أمان معهم وسلام وغايتنا الدعوة إلى الله عز وجل فماذا نفعل إذا أسيئ لرموزنا وديننا لأن حتى المقاطعة الذين يعلمون واقعهم ويخبرون واقعهم أخبرون أن المقاطعة نفسها قرار خاطئ أو قرار معلول أو قرار عشوائي في أزمة الدنمارك اتحد أكثر من 70% من الدنماركيين الشعب اتحدوا مع المسلمين وافترقت أمة الدنمارك إزاء أزمة الإساءة 30% فقط من الدنماركيين كانوا يؤيدون الرسوم المسيئة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و70% كانوا يرفضون هذه الرسوم المسيئة فاتحدت أمة الإسلام في الغالب من الخليج إلى المحيط كعرب وعلى مستوى العالم اتحدت أمة الإسلام على قرار مقاطعة المنتجات الدنماركية ونحن للأسف نأكل من أوكرانيا ونأكل من هولندا ونأكل من الدنمارك ونأكل من كذا ونأكل من كذا ونلبس من الصين ونعيش حالة من الاستسلام لأدوية الغرب وصناعة الغرب وسيارات الغرب وطيارات الغرب كأننا نحن فقط أمة مستخدمة مستعملة آكلة مستهلكة لا نستطيع أن نصنع شيئا كأننا لم نكن أمة المخترعين والصانعين فاستسلامنا هذا لهم جعلنا حين غضبنا وقررنا المقاطعة توقفت صادرات الدنماركية وانهارت الحل الاقتصادية أو هددت فلما هدد اقتصاد الدنمارك وهدد دخل الفرد في الدنمارك اتحدت أمة الدنمارك ولم يبقى واحد في الدنمارك في صف المسلمين وقرروا جميعا وحشية هذا الدين وأنه دين الأزى ودين الخطر ودين الضرر ونحن نريد هداية هؤلاء وهذا هو هدفنا الأكبر إننا لا نريد أن يقتل من الأستراليين بعدد الذين قتلوا في المسجد في أستراليا لا نحن نريد مهتدين إلى الإسلام أضعاف عدد القتلى هذا هو حق القتلى في المسجد في أستراليا حين دخل عليهم ولد فقتلهم جميعا حق هؤلاء القتلى ليس أن يقتل مثلهم بل حقه أن يسلم أكثر منهم حقهم أن يسلم أكثر منهم حق رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدنمارك أن يؤمن أهل الدنمارك بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حق النبي عليه الصلاة والسلام في فرنسا أن يؤمن الفرنسيون برسول الله صلى الله عليه وآله وآله حق رسول الله عليه الصلاة والسلام في هولندا أن يؤمن أهل هولندا بالرسول عليه الصلاة والسلام حق المصحف الشريف في السويد أن يؤمن أهل السويد بهذا القرآن العظيم الكريم وأن يفهموا معناه لأننا أمة الدعوة وهذا هو حقنا وهذه غاية ما نريد لا نريد الانتقام إنما نريد الدعوة لا نريد السأر من كل الأمم الذي لم يفعل جريمة هدفنا منه أن يدخل هذا الدين وأن يعرف هذا الدين الذي لم يفعل بنفسه الجريمة لا يؤذن هذه فكرة المقاطعة هذه فكرة قرار المقاطعة لهذا قيل إن المقاطعة ينبغي أن تكون لكل سلعة أو لكل مصنع أو لكل مركة تجارية تقرر تأييد هذه الإساءة لا لكل البلد مرة أحدة فإن قرار الإساءة لم يكن قرارا أمميا من الجميع لم يكن قرارا أمميا وإنما كان قرار إنسان له علاقة بأحزاب سياسية لكي يفعل هذه الإساءة فيحتويه طرف يسمى اليمين يحتويه طرف سياسي ويحفظه ويستفزون بذلك لا المسلمين المسلمين المسلمون للأسف ليسوا في حسابات عامة السويد ليسوا في حساباته لا يفكرون فينا وهم يحرقون المسحف يفكرون في أنفسهم فقط فهم يفكرون في شعوبهم وأن المتطرفين منهم يكرهون وجود عرب أو مسلمين سواء من شمال إفريقيا من الجزائريين أو المغاربة أو أهل تونس أو من الشام من سوريا هاجروا إلى أوروبا يكرهون وجود هؤلاء هؤلاء الذين فروا لأسباب من بلادهم لأسباب اقتصادية أو سياسية من بلادهم وسكنوا في الغرب صار وجود هؤلاء المسلمين أو العرب في دول أوروبا يستفز الجانب المتدين بالكاسوليكية أو بالأرسوسوسكسية من الغرب صاروا يستفزونهم فالذي يرشح نفسه والانتخابات يريد أن يرضي المتشددين من النصارى الذين يكرهون المسلمين فيجعل إنسانا يشعي المصحف يسعي لرسوع السلام ثم يذهب هذا السياسي ليحتويه فيحصد أصوات المتدينين المتشددين ويستفز بذلك لا المسلمين أبدا يستفز الحكومة يستفز الحزب الحاكم لأنه يريد السلم يريد الأمان يريد حماية الناس فبالطبع حين أصنع ذلك لابد للحكومات هناك أن تحمي من يقوم بالفعل المسيء الحكومات نفسها هي التي تضطر لحمايته لماذا؟ كي لا تتهم أنها لا تحفظ على الحريات فتضيع منها أصوات المتشددين الذين يكرهون أهل الدين أما المسلمين هناك فإنهم أضعف من أن يستفزوا هم أحياء كأموات أسهل شيء قتلهم لعبة في أيدي السياسيين هذه هي حكاية وقوف رئيس بلد يدافع عن هذه هي حكاية هذه هي حكاية وقوف رئيس بلد يحمي الذي يسيء للدين لا كرغية للدين ولا حب في الدين لا تفكير في الحرية ولا ضد الحرية فقط تفكير سياسي وتفكير مادي بحت من أجل مناصبهم فماذا نفعل نحن إننا إذا استفزنا ذلك لتصرف فيه قتل وفيه دماء أو استفز أهل هذه البلد من المسلمين إلى قتل ودماء يزيد الطين بلة ويزيد الإساءة ويؤكدها لأنه يدعي أنه كتاب يحض على الكراهية والقتل فإذا ظهر منا من يقتل أكد عندهم ذلك أمة باردة وأقل فهما من أن يستوعبوا أنهم هم السبب في هذا الغضب لهذا فإننا نصلح المنكر من غير منكر يا أحبابي كما نقول على الإساءة داخل مجتمعنا الذي شبع إساءة وأنتم ترون الإعلاميين وهم يسارعون في الإساءة للمنتقلة يسارعون في الإساءة للقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم ودور القرآن الكريم الإساءة للملتحين والمتدينين تبني إبراهيم عيسى بوضوح وجلاء ومقاطع مصورة الإساءة للشيخ الشعراوي عليه رحمته الله وبركاته وهو رمز تفسير القرآن الكريم ورمز لا إله إلا الله ما الحكاية أليس إبراهيم عيسى هو نفسه الذي كان يدفع عن الممثلة التي خلعت ملابسها الداخلية كيف له وجه وهو يهاجم الشيخ الشعراوي إن هذا التبجح سره كراهية هذا الدين وكراهية أن يحب الناس القرآن الكريم وهو رزق الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبركاته من إنسان جمع الأمة كل مقطع تجدون فيه إساءة من أو إلى الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبركاته أي مقطع تجدونه يسيء للشيخ الشعراوي عليه رحمة الله أو إساءة منه لطائفة من المسلمين إذا إساءة مثلا لأهل السنة إذا كان رده غليظا عنيفا على أهل السنة لا تجدون ذلك في درس التفسير أبدا وإنما في لقاءات مع المزيعين الذين وظيفتهم استخراج الشر من هذا الخير العظيم وإنما كان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبركاته جامعا لكلمة المسلمين جامعا للمسلمين على القرآن الكريم حرا حرا رحمه الله عز وجل من أن يوجه كما يوجه الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا القليل فجمع الناس ولم يفرقهم جمعهم على سهولة القرآن أخذ قرار أن يحبب إلى الناس معاني كلام ربهم عز وجل فرحمة الله وبركاته عليه من قائد داعية رائد وحق له أن يسمى إمام الدعاء عليه رحمة الله وبركاته وانظروا كيف يلمع الله عز وجل أنواره ويرد الناس إلى الكلام عنه بطيب الكلام على ألسنة أعدائه تساق إليه الحسنات ويقرر الناس سماعه ومشاهدته من جديد لا نريد مسرحياته تروج للشيخ الشعراوي لا نريد أعمال درامية تلمع الشيخ الشعراوي نريد فقط تفسيره القرآن الكريم وخواطره عن القرآن الكريم ثم نحن لا رد لنا أبدع من أن نعلم الناس ما هو القرآن بدأت الأجازة الصيفية أو شاكت الأجازة الصيفية أجازة نصف العام بدأت أجازة نصف العام وأهم قرار في أجازة نصف العام تجويد القرآن وترتيله كل أولادنا يتقنون تجويد القرآن وترتيله على الأحكام أهم قرار في أجازة نصف العام حفظ القرآن الكريم للكبار والصغار أرسل لي رسالة فيها كلمة نور سيرد عليكم بقائمة من المعلمات التي تعلم القرآن للنساء أرسل لي رسالة على واتساب فيها كلمة رجل سيجاب عليك برسالة آلية فيها معلمين رجال يعلمونك القرآن بالمجان لا بد أن نتعلم القرآن قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله ولو بي حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لم يمحرف ولكن ألف حرف ولا محرف ولم يمحرف وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صاحب القرآن صاحب القرآن القرآن صاحب القرآن كلام الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك يا أهل القرآن يا معلمي القرآن نصيحة لوجه الله الكريم أخرجوا الدنيا من قلوبكم اجعلوا تحفظكم للقرآن سنة تنشرونها في الناس ليكونوا مثلكم لا أن تظلوا مستحيلا لا ينال يعني تسهيل الختمة تسهيل الختمة لا نريد أن ندور في ساقية المراجعة دون الختمة دعوهم دعوا تلاميذكم يختمون القرآن من الفاتحة إلى الناس والنقض العمر كله في المراجعة مهما كان أسلوبكم عدلوا فيه قرار بطء الختمة اتقوا الله وزروا أولياء الأمور يفرحون بأبنائهم أنهم ختموا والناس يختمون ثم يا مقرئ القرآن ومعلم القرآن اتقوا الله ولا تختلطوا في تحفيز القرآن لا تدخل بيتك محفظ قرآن يجلس مع أولادك وامرأتك خصوصا وأنت غائب لا تحفظ بنتك عند شيخ رجل لا تحفظ ابنك عند معلمة امرأة إذا كان كبيرا معلمات للبنات ومعلمين للرجال يا أهل القرآن النصيحة السالسة اجعلوا المال على التحفيز بغير اشتراط فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا قل لدى مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة والحديث الصحيح والشيخ والباني في السلسلة الصحيحة وإن كان أخذ الأجر مباحا كما زوج النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بصورة الإخلاص زوجتك إياها على ما معك من القرآن فجاز أن يتخذ على تعليم القرآن أجرا ولكن اللي يكون ذلك اشتراطا عدلوا الختمة لا تختلطوا لا تشترطوا الأجر لا تتباطؤوا في ختمة الأولاد مع تعظيم أمر المراجعة سيكون الحكاية كلها مراجعة الشيخ عبد البسط كان بيراجعة المنشاوي كان بيراجعة الحسري كان بيراجعة أنت نفسك بتراجع ما فيش حد هيبط المراجعة لكن المراجعة ليست عائقا أمام الحفظ دعوهم يختمون ثانيا لا تختلطوا أبدا مهما كان مهما كان متخديش الإجازة مش عايزين الإجازة مش عايزين الشهادة مش عايزين التكريم مش عايزين أي شيء لا تختلطي أبدا مهما يكون ثالثا لا تشترطوا في الأجر وتحننوا على الناس زمان كنا نقول ما بناخدش فلوس من المساجد فرحانين وعملين نفسنا عفيفين لكن دلوقتي لو قلنا للناس هاتوا فلوس هيقولولنا ما تجوهش احنا في زمن الناس مش قادرة فيه فجاء وقت الرحمة تبقوش أنتوا السناتر تبقوش أنتوا الجزارين تبقوش أنتوا بائعي السيارات ما تبقوش أنتوا بائعي زيت الطعام المستعمل ما تبقوش أنتوا وأي غشاش لا خد بالك خد بالك قرآن معاك أغلى من كل أموال الناس وكان السلف يقولون الذي يبيع القرآن بالمال كالذي يمسح وجهه بنعل نفسه يوياك النعل ده تحطه تحت رجليك فلوس دي تحت رجليك والرزق جاي لك لما حاله فلا تجعل القرآن بثمن قليل حبكم في الله وألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته